أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة وفي أبرز عنوين هذه الحلقة من المواقع المحلية وزارة نوقفت خدماتها قبل خمس سنوات تبعث رسالة ساخرة لليمنيين ومن الصحافة العربية صيني شفية من كورونا يروي معاناته مع المرض الغامض ومن أخبارنا المنوعة الهند تصبح خامس أقوى اقتصاد في العالم متجاوزة بريطانيا وفرنسا في كل مدينة يمنية توجد أم لديها ابن في المعتقل تستيقظ كل يوم لتذهب في رحلة البحث عنه في المدن التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي العدد مضاعف ومدة الاعتقال أطول ففي مدينة أب تقف الأمهات في انتظار للأبناء ووفقا لموقع الصحفة نت وقفة لأمهات المختطفين في أب تطالب بإطلاق سراحهم وتحمل الحوثي مسؤولية حياتهم وقالت الأمهات في بيان إن 198 مختطفا تعرضوا للإخفاء القصري في السجون مليشيات الحوثي الإنقلابية ووجهت الأمهات دعوة للجهات الحكومية والرسمية والحقوقية بالاهتمام بقضية أبنائهم وأن لا تذهب هذه القضية أدراج الرياح في ظل الأوضاع المتغيرة في البلاد وحمل بيان الرابطة لشيئة الحوثي حياتها وسلامة المختطفين والمخفين قصرا مطالبات بإطلاق سراح جميع المختطفين دون قيد أو شرط وفي مقدمتهم المرضى قبل فوات الأوان ما بين إثيوبيا واليمن هاجس السلام تحت هذا العنوان كتب فارع المسلم مقاله المنشور في موقع المصدر أونلاين مضيفا في أجزاء من المقال يقارن بحسرة بين جهود أبي أحمد لإطفاء الحرائق في بلده وبين تلك التي أشعلها عبد الملك الحوثي في بلاده أو تقارن الوساطة التي قام بها الرجل في السودان بدلا من مد الأطراف بالمال والسلاح مع ما قام به بن سلمان وبن زايد مع الانخراط في الحرائق من اليمن إلى ليبيا في كانون الأول ديسمبر الفائت من أوسلو ومن على منصة جائزة نوبي للسلام ألقى أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا الشاب خطابا شجاعا وذكيا وكان ذلك استثناء إذ اشتهر قادة بلدان القارة الإفريقية بحروبه مداموية الطويلة والشريسة بينما اصطفأ أبي أحمد إلى جانب نيلسون منديلا عندما دعا أبي أحمد العالم للاستفادة من تجربة بلده فقد كانت هناك أخبار جيدة تأتي من القارة السوداء كما قالت رئيسة لجنة جائزة نوبي للسلام في خطابها بالمناسبة إن المقولة التاريخية بأنه لا توجد أخبار جيدة تأتي من القارة السوداء قد انتهت منحتني الأقدار فرصة الاستماع المباشر لخطاب أبي أحمد فقد كنت في قاعة الحضور منعوا للحديث عن اليمن على هامش الاحتفال بجائزة نوبي للسلام وجاءت تلك الدعوة من لجنة الجائزة لأن بلدي اليمن يمر بتجربة حرب مستمرة منذ سنوات وشعرت أن مهمتي هي إلقاء درس يصف للعالم أهمية السلام الذي يتحدث عنه أبي أحمد الفائز هذا العام بجائزة نوبي للسلام لكني اخترت زاوية أخرى وهي الحديث عن بلدي كعبرة للعالم كي يتجنب بكل قوة مثل تلك المآسي التي يعاني منها ثلاثون مليون يمني يعيشون منذ سنوات تحت رحمة الأسلحة الذكية والغبية في القاعة وعندما دارت هذه الهواجز في رأسي بينما كان أبي أحمد يتحدث كانت دمعة بطيئة تنحدر على خد زميلي وصديقي بيتر سيلسبيري الباحث في مجموعة الأزمات الدولية والقادم من عالم آخر أصبحت فيه الحروب تاريخا بعيدا تلقى اليمنيون رسالة إلى هواتفهم النصية أثارت الضحك والسخرية هي رسالة جاءت من وزارة الكهرباء ونطالع من موقع ماري بيريس هذه الرسالة النصية وصلت هواتف اليمنيين تثير سخرية واسعة مصدر الرسالة وفقا للموقع وزارة الكهرباء بصنعة الخاضعة للحوثيين وقد وصلتهم عبر أحدى شبكات الاتصال المحلية إلى هواتفهم جاء في نص الرسالة وزارة الكهرباء تستقبل الشكاوى على الرقم المجاني 8144 يفيد الموقع لا يبدو في باهر الرسالة ما يثير سخرية والتهكم غير أن الواقع يقول إن اليمن بلا كهرباء منذ أكثر من خمس سنوات وتوقف عمل محطات الكهرباء التابعة للدولة أو ما يسمى بالكهرباء العمومية وتساءل ناشطون ومواطنون عاديون تساءلوا بسخرية عن ما هي الشكاوى التي تنتظر وزارة الكهرباء بصنعات تلقيها من شعب لم يعرف الكهرباء الحكومية منذ سنوات وانقطعت خدمة الكهرباء عن اليمنيين بعد انقلاب الحوثيين في العام 2014 اعتمد المواطنون بعد ذلك على الطاقة الشمسية كمديل إجباري للحصول على الطاقة ومؤخرا بدأت شركات خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين ببيع الكهرباء للمواطنين بأسعار كبيرة وتسمى الكهرباء التجارية مصدرها شركات خاصة تتبع قيادات حوثية ومتنفذين وأخرى يمتلكها مستثمرون دوشت حين فتشت في ألبوم صور عائلتي القديم حياة غير الحياة التي نعيشها اليوم وكأننا لسنا في اليمن التي كبرت وعرفت وازدادت دهجتي بين أو حين أخبرني والدي عن أنواع الفنون التي كانت موجودة فلا يمكن أن يصدق جيلنا الحالي أن في مدينة المكلة كان للمسرح حضور كبير منذ المسرحية الأولى التي شهدتها ساحة القصر السلطان في العام الف وتسعمائة وثمانية وثلاثين هذا مقتطف من تقرير كتبته الشيماء بن عثمان ونشره موقع المدينة بعنوان حضر موت ألفا راجع بصوت يملأه الحنين والحزن يقول سعيد الجريري الرئيس السابق لفرع اتحاد أدبا وكتاب اليمن كانت في المكلة دور للسينما سينما بن كوير والسينما الأهلية التي أسست بنظام الأسهم حيث كان للمواطنين دور في قيامها وكان أول عرض تشهد هذه الظهر في بداية العام الف وتسعمائة وستة وستين في وقتها كان رب الأسرة يحضر زوجته وأبنائه للسينما لمشاهدة الأفلام ثم أضاف قائلا كنا نملك حسا ووعيا بأهمية الفن كترفيه وكضرورة من ضروريات أي مجتمع سليم وبعد أربعين عاما أغلقت أو أغلقت هاتان أداران للسينما لتصبح إحدهما صالة أفراح والأخرى سوقا لبيع القدروات وتقول المحررة أن هناك مبادرة فنية شبابية في حضر موت تحمل اسما مميزا وتهدف إلى اكتشاف وتنمية قدرات الفنانين الشباب ومناصرة حقهم في التغيير أو عفوا في التعبير كوميديا سوداء لا تضحك أحدا تحت هذا العنوان نشرت صحيفة القدس العربي افتتاحيتها التي جاء فيها تحول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ناقد سينمائي فجأة وذلك بعد فوز فيلم غير أمريكي بأوسكار أفضل فيلم لعام 2020 وهي تعد أرفع جائزة سينمائية عالمية معتبرا فوز عمل من كوريا الجنوبية أمرا لا يصدق مطالبا بإعادة الأفلام الكلاسيكية مثل ذهب مع الريح ولا يتعلق الأمر في حسبان الرئيس الأمريكي بمدى جدارة الفيلم واستحقاقه للجائزة بل بوجود مشاكل متعلقة بالتجارة مع كوريا الجنوبية وهو ما ردت عليه الشركة الموزعة للفيلم في أمريكا ببلاغة بإعلان تفهمها لكلام الرئيس الأمريكي لأنه لا يقرأ ترافق التصريح الأخير الذي لا يفصل بين الفن والتجارة الخارجية مع إعلان آخر قال فيه ترامب إن رئيس الوزراء الهندي ناربندرامودي أخبره أنه سيكون هناك سبعة ملايين شخص يصطفون لاستقباله وهو رقم ما لبث أن رفعه إلى عشرة ملايين ورغم أن المسؤولين الهنود بمقدورهم فعلا أن يقيموا استقبالا هائلا لترامب فإن مسؤولا في الشرطة خفض الرقم إلى أربعة أو خمسة آلاف واتضح أن الأمر يتعلق بسوء الترجمة أو سوء الفهم أو مجددا سوء القراءة تتحول التناقضات على ألسنة الساسة والعسكر في بلداننا العربية إلى أمر يتجاوز الطرافة والحملات الشعبوية والمبالغات التلفزيونية إلى مستوى من التهريج الفاقع والكوميديا السودع حيث تمتزج أشكال الاستتباع المذل لقوى خارجية والخنوع لإسرائيل أو تجاهل غطرستها وسخريتها البالغة منهم مع أنواع الاحتقار للأرض التي ينتمون إليها والبشر الذي يدعون تنثيلهم والمنصب الذي يزعمون حصولهم عليه من الأخبار المتدفقة خلال الأيام الماضية يمكننا التقاط عينات من هذه التناقضات والمفارقات والمبالغات الفاقعة عاش الشاب الصيني شاوياو ثلاثة أسابيع من الرعب جراء إصابته بفيروس كورونا الجديد منذ ارتفعت حرارة جسمه للمرة الأولى حتى تلاقيه العلاج في مستشفى الميداني قبل أن يتعافى ليروي لصحفة قصته التي عنونت لها صحيفة الشرق الأوسط صيني شفية من كورونا يروي معاناته مع المرض الغامض ويقول الشاب البالغ 27 عاماً أنه لا يملك أي فكرة عن متى وأين التقط الفايروس إلى أنه يشك كثيراً برحلة قام بها أواخر يناير في قطار مكتظ بالمسافرين لتمضية احتفالات رأس السنة القامرية في منزله ويفيد الشاب فجأة أصبح جسمي ساخناً جداً بدأت أشعر بالدعر ويوضحه تشياو ياو أنه لم أكن أريد الذهاب إلى المستشفى كنت أقول في نفسي أن المستشفى هو أفضل مكان لالتقاط الفايروس إذ لم ألتقطه بعد وكان أول رد فعل له هو الابتعاد عن ابن صديقه لعدم نقل العدوى إليه وفي الرابع من فبراير شباط حصل التشخيص الذي كان يخشاه تشياو ياو المصاب بفايروس كورونا الذي تحمل المعاناة أو تحمل المعاناة رغم الظروف القاسية في المستشفى ويقول لم أتمكن من الاستحمام طوال أكثر من عشرين يوماً لم تكن هناك حتى مناشف كانت تفوح من الطعام رائحة مطهر تجعلني أريد التقيق وصرت أيضاً شائعات عنه في البلدة التي يسكن فيها صديقه ويوضح كان الناس يقولون إن جتتي أحرقت أو حتى أن صديقي دعاني عمداً لنقل الفيروس إلى السكان المحليين وأضاف نفسياً كنت فعلاً بحالة سيئة فصديقي أصيب بسببي ووضعت عائلته في الحجر الصحي بعد تعافيه وعلى غرار مصابين سابقين قال إنه يريد التبرع بالدم بهدف استخراج البلازما منه في إطار علاج تجريبي لمرضى الفيروس ويعتزم الشاب مغادرة وظيفته والعودة للعيش بالقرب من عائلته من إيران أيضاً ولكن في موضوع مختلف حيث أعلن إغلاق المدارس والجامعات في مدينتين تشهدان إصابات بفيروس كورونا المستجد ويعتقد أنه سجلت فيها وفيات في أكبر حصيلة خارج الشرق الأقصى وعنونت صحيفة شرق الأوسط إيران تغلق مؤسسات تعليمية بعد تسجيل وفاة خامس حالة بفيروس كورونا وظهر الفيروس المسمى كوفيد 19 في إيران الأربعاء حيث أعلنت السلطات وفاة مسنين اثنين في مدينة قم وكانت أولى حالتين في الشرق الأوسط وقال المتحدث باسم وزارة الصحة قال لتلفزيون الحكومي لدينا عشر إصابات جديدة مؤكدة وللأسف توفيت إحداها موضحاً أن ثماني حالات تعالج في قم وأثنتين في طهران من دون الإعلان أين سجلت الوفاة وترفع الإصابات الجديدة عدد المصابين في إيران إلى ثمان وعشرين بالاستناد إلى أرقام رسمية فإن نحو ثمانية عشر في المائة من المصابين في إيران توفوا مقارنة بنحو ثلاثة في المائة في الصين كما أعلنت الحكومة أنه تم إلغاء كل التظاهرات الفنية وعرض الأفلام في الصلاة في مختلف أنحاء البلاد وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء السرعة التي يسجلها انتشار كوفيد 19 في إيران وأيضاً إزاء انتقاله من الجمهورية الإسلامية إلى غيرها من الدول بينها لبنان وإثر إعلان الوفيات شدد العراق الخميس السفر من إيران وإليها وأعلنت وزارة الصحة العراقية منع الوافدين من إيران ومواطنيها من دخول أراضيه حتى إشعار آخر وأعلنت الكويت تعليق كافة الرحلات إلى إيران نهاية التاريخ والخريطة الأخيرة رسم الخرائط والصراع في عالم ما بعد الحرب الباردة تحت هذا العنوان كتب نيك دانفورتا مقاله المعاد نشره في الغد وقال فيه كانت تحديات رسم خريطة للسلام والازدهار العالميين واضحة مسبقاً قبل خمسة وسبعين عاماً عندما بدأ الأمريكيون في صياغة رؤية لبرالية دولية جديدة للمستقبل وقد أدت نهاية الحرب العالمية الثانية مثلها مثل نهاية الحرب الباردة إلى تخيل البعض أن العالم يدخل حقبة غير مسبوقة من السلام الدولي وقد اتخذ التفاؤل الأول إزاء عالم ما بعد الحرب شكلاً خيالياً بشكل خاص في خريطتين مدهشتين وغير واقعيتين إلى حد مدهش أيضاً الأولى خريطة رسام الخرائط ليزي ماكدونالد جيل لمثاق الأطلس في العام 1942 والتي تصور وعد الرئيس الأمريكي فرانكلين دي روزفيلت ورئيس الوزراء البريطاني وينيستون تشيرشل بالسلام الذي سوف يأتي في أعقاب انتصار الحلفاء ثم تشعاعات الشمس التي تتألق على عالم منهك في التجارة والصناعة بينما يقوم رجل في الزاوية بتحويل المدافع إلى محاريث وما تزال الحدود بين البلدان في الخريطة مرسمة وإنما بالكاد بخطوط منقطة تختفي تحت كل هذا الصخب وثمت خريطة ثانية من هذا النوع أكثر غرابة رسمها إرنيست دودلي تشيس في العام 1944 عندما بد انتصار الحلفاء في الحرب أقرب إلى حد كبير تحت عنوان خريطة مكتور للعالم المتحد تاريخ مصور للنقل والاتصالات وطرق السلام الدائم تطرح خريطة تشيس السلام والحكومة العالمية باعتبارهما نقطة النهاية الطبيعية للتطور التاريخي للبشرية وتحتفي خريطته بدور الطائرات والسفن والإذاعة والبرد الصاروخي في المستقبل في التقريب بين الناس وتظهر سلسلة من الإضافات والإدراجات تنظيما سياسيا بينما يتقدم عبر الدول من عائلة رجل الكهف إلى وحدة جميع الأمم يحب المراقبون اليوم إضفاء طابع رومانسي على أصول النظام الدولي الليبرالي لما بعد الحرب العالمية الثانية ومن المؤكد أن هذه الخرائط تجسد الجانب الرومانسي للفكرة بشكل مفرط بينما تلتقط الحياة المهنية لمبدعيها تناقضاتها التأسيسية ما يزال جيل معروفا أكثر ما يكون بدعاياته الخرائطية الملونة للمدراطورية البريطانية وكان تشيس قد تحول بحلول العام 1950 إلى التركيز على رسم خرائط أكثر صراحة بالأحمر والأبيض لعالم الحرب الباردة المنقسم الصنداء تايمز نشر تقريرا لمراسلاتها في العاصمة الإيرانية طهران لوسي كولاقهان بعنوان الإيرانيون يعرضون كلاهم للبيع بعدما سنزفت العقوبات الاقتصاد وتشير الصحيفة إلى ظهور العشرات من الإعلانات المكتوبة بخط اليد في الغالب والمثبتة على أبواب الدخول لمستشفى هاشمي نجاد في طهران تعرض بيع أعضاء بشرية للراغبين وتضع لوسي أن أحد الإعلانات جاء نصه كالتالي أنا في السابعة والثلاثين من العمر أعرض بيع كلتي بسبب الديون والمشاكل المالية مصحوبا برقم الهاتف وفصيلة الدم مضيفا أنه اتضح لها لاحقا أن الإعلان كتبه شخص يدعى أشغر عامل النسيج الذي يقتن في إحدى ضواحي العاصمة الإيرانية مع زوجته وأنه قال لها عندما هاتفته أنه لم يكن ليقدم على ذلك لولا الحاجة وتقول لوسي أن هذه الإعلانات تعد مؤشرا واضحا على الإحباط الذي سيطر على الإيرانيين الذين يعيشون ظروفا اقتصادية مأساوية كما اختفت أغلب الماركات العالمية الشهيرة من المتاجر وتنقل لوسي في تقرير ترجمة البي بي سي عن أحد العاملين في تلك المتاجر قوله لقد كانت حركة البيع أفضل بكثير العام الماضي وأذكر أننا بعنا حقائب سفر بسعر 15 ألف يورو لكن الآن جميع السلع الأجنبية نخفيها حيث يأتي المسؤولون بشكل دوري لتأكد من أننا لا نبيعها وقبل فترة صادروا مننا بضاع تقدر قيمتها بأكثر من 700 مليون ريال حوالي 13 ألف جنيه السرليني في الوقت الذي يعيش فيه الاقتصاد الصيني أحلك الظروف ويواجه تحديات وجودية تحرز الهند تقدما ملموسا ووفقا لموقع البي بي سي الهند تصبح خامس أقوى اقتصاد في العالم متجاوزة بريطانيا وفرنسا وقال الموقع أن الهند برزتك خامس أقوى اقتصاد في العالم متجاوزة بريطانيا وفرنسا في العام 2019 وقال تقرير أن الهند تحولت إلى اقتصاديات السوق نائية بنفسها عن السياسات الأوتقراطية التي كانت تنتهجها سابقا في الاقتصاد وأشار التقرير الذي نشره موقع فينشيال إكس بريس إلى أن حجم الاقتصاد الهندي بلغ 2.94 تريليون دولار مما يضعها في المركز الخامس على مستوى العالم من حيث قوة الاقتصاد ووفقا لبيانات من البنك الدولي فإن اقتصاد الهند كان قد تخطى اقتصاد فرنسا في العام 2017 ليصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم وقد رصد تقرير عملية تحرير الاقتصاد الهندي منذ تسعينيات القرن الماضي والتي شملت تقليص السيطرة على التجارة الأجنبية والاستثمار وخصخصة الشركات المملكة للدولة وهي إجراءات ساعدت في تسريع نمو الاقتصاد الهندي صحيفة الجارديا نشرت صورا بأحداث وثقتها عدسة محترفية تنوعت بين توثيق مظاهر الحياة والحرب والمآسي التي تعيشها عدد من دول العالم نتابع الأحداث من خلال الصور في جولتنا المصورة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عدد من رسومات الكاريكاتير التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في جولتنا لهذا اليوم إذن بهذا مشاهدين نصل إلى ختام حلقة اليوم من كوشكا الصحافة وأشكركم على حسن المتابعة وفي الختام تقبلوا تحياتي وهي أيضا من معد ومنتج هذا البرنامج زميل ساقرا صنيدي وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل حتى الملتقى في أمان الله ورعايته